الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر والصلاة والسلام على سبيل البشر وفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بسيما كثيرا أبا الكرام أسأل الله جل وعلا إن يجمعني وإياكم مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة إنه ولي ذلك ومولاه كما أسأله كذلك ألا يحرمنا وإياكم أن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى هذا الاسم له خصية وله خصوصية لأن الله سبحانه وتعالى عادل بينه وبين لفظ الجلالة أو اسم الجلالة قال قد ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فالرحمن اسم مختص بالله وحده مختص بالله تعالى وحده ولا يجوز أن يسمى به غيره لا يجوز أن يسمى به غيره فربما تقول إنسان رحيم وإنما لا تقول الرحمن أبدا وكما قلت لكم قبل ذلك أنه لما تجرأ مسيلم الكذاب على ذلك وأسمى نفسه رحمن اليمامة تساه الله جلباب الكذب وشخر به فلا يقال إلا مسيلم الكذاب فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر وأهل الوبر من أهل البادية والأعراض فالرحمن سبحانه وتعالى هو الرحمن فقط ليس غيره أيها الأحبة خصائص رحمته سبحانه وتعالى هذا الذي نحن بصدده خصائص رحمة الرحمن سبحانه وتعالى أولا رحمته سبقت غضبه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابن القيم لما علق على هذا الحديث قال رحمته سابقة على غضبه غالبة له وكل ما كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفة الغضب فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيما فرحمته من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وسمعه وبصره وإحسانه وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب ووسع كل شيء رحمة وعلمة ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما هذا من خصائص رحمة الله سبحانه وتعالى الخصية الثانية أو الخصيصة الثانية أنه سبحانه وتعالى يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه فالنعمة ربما تراها أنت نعمة وإنما هي في حقيقتها نقمة وابتلاء والبلاء ربما تراه أنت شرا وإنما هو في حقيقته رحمة من الله سبحانه وتعالى يسوقها لعبد من عباده لو أنك نظرت مثلا يمنة ويسرة نظرت في أحوال الناس تجد مبتلى بمرض مزمن طالت أيامه وأقعدت آثاره أو تاجر مثلا نزلت به خسارة أو امرأة ابتلاها الله سبحانه وتعالى بعقم أو إلى غير ذلك فهؤلاء لو أنك نظرت في حقيقة الأمر بعد فترة من الزمن ستجد أن ما بهم من ابتلاء إنما هو رحمة من الله لهم إنما هو رحمة من الله لهم كما قال العلماء الرحمة الحقيقية هي النجاح في الاختبار الرحمة الحقيقية هي النجاح في الاختبار واجتياز فثن الدنيا مع سلامة الدين اجتياز فثن الدنيا مع سلامة الدين لأن العبد أيها الأحبة لو أنه في رغض من العيش ويتقلب في نعم الله جل وعلا ليل نهار ولا دين له فقد خسر كل شيء وتجد إنسان مبتلى إلا أنه صابر محتسب شعاره أن يرضى عنه ربه سبحانه وتعالى فهو في نعمة من الله وفضل ورحمة لأنه لو لهذا الابتلاء لما كان على هذه الحال ولذلك كما ذكرت لكم في كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم جاء في الأثر إن المحتلاء إذا دعي له اللهم ارحمه يقول الله سبحانه وتعالى كيف أرحمه من شيء به أرحمه كيف أرحمه من شيء به أرحمه كذلك أيضا أيها الأحبة من خصائص رحمة الله تبارك وتعالى أن رحمة الله تتجاوز الأجيال أن رحمة الله تبارك وتعالى أو رحمة الرحمن تتجاوز الأجيال من رحمته أن رحمته لا تقتصر على المؤمنين بل تشتمل زريتهم من بعدهم تكريما لهم رحمة الله لا تقتصر على العبد المؤمن وحده بل تشمل زريته من بعده تكريما له كما قال تعالى في نبأ الخضر والجدار وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا خلي بالك الشاهد فين وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك قال بعض أهل التفسير كان بينهما وبين ذلك الأب الصالح سبعة آباء سبع آباء ولكن رحمة الله قريب من المؤمنين ولذلك رحمة الله تمتد بعبده المؤمن إلى سابع ولد ولعنة الله تمتد بعبده العاصي والكافر إلى سابع ولد ولا حول ولا قوة إلا بالله كما كرأت ذلك قبل ذلك سعة من الخاصية التي بعد ذلك أن سعة رحمته أو سعة رحمته لا تخطر ببال ولا يحيط بها خيال سعة رحمته لا تخطر ببال ولا يحيط بها خيال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد والحقيقة أن العلم المقصود في الحديث هو علم حقيقة وبصيرة لا مجرد علم نظر وإلا فإن الكل يعلم نظريا ما أعد الله للمؤمنين والكافرين لكن علم القلوب أهم وهو زاد العمل والدافع إلى تحصيل الفضائل فالإنسان الذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى غفور الرحيم يعلم أيضا أنه شديد العقاب فكما يقول ابن الجوزي المؤمن ليس أعور البصيرة المؤمن ليس أعور البصيرة لا ينظر بعين واحدة إلى جانب الرحمة دون العذاب فلابد أن يعمل مش تقول ربنا غفور رحيم خلاص لا لا بد أن تعمل لا بد أن تعمل فالعمل إنما يكون بدافع أن الله سبحانه وتعالى تعلم أنك تخشى الله يعني بدافع الخوف هذا نوع وبدافع الحب أيضا لأن المؤمن يتقلب فيه بجناحين أو يطير بجناحين جناح الخوف وجناح الرجاء يعلم أن الله شديد العقاب ويعلم أن الله غفور الرحيم كذلك من خصائص رحمته سبحانه وتعالى أن رحمة الله غير مقتصرة أو غير مقتصرة على مكان دون آخر وتصل لكل مكان فأوء إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته هذا كهف ضيق الذي نظن بتفكيرنا الماد القاصر أنه سيضيق على أصحابه مكانا بمساحته الضيقة وزمانا بأن الأحداث لا تتعرض لهم فيه أو أنه يضيق مكان ضيق كهف مظلم إلى غير ذلك إلا أن رحمة الله سبحانه وتعالى تصل إليه رحمة الله سبحانه وتعالى تصل إليه ولو أن الإنسان نظر وتدبر في كون الله تبارك وتعالى فيجد آثار رحمة الله في الكون في كل كبيرة وصغيرة هذا الهواء الذي يحيط بنا ويحوي الأكسجين وغير ذلك الماء الذي معظم مساحة الكرة الأرضية الشمس إلى غير ذلك لو أنك نظرت في كل شيء ترى رحمة الله سبحانه وتعالى لأن كل شيء مخلوق بمقدار ومخلوق بقدر وينزل بمقدار هذه الشمس الذي تحافظ مثلا على بعد ثابت من الأرض ولهذا البعد الثابت يضمن لنا قدرا ثابتا من الحرارة اليوم الحر اللي أنت يعني ما بالك بقى لو الرابط والله لا أحرقت لا أحرقت كذلك البرد الشديد كذلك هذه أثار رحمة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون بقي لنا أيها الأحبة موجبات رحمة الله تبارك وتعالى موجبات رحمة الله تبارك وتعالى وأكتفي بهذا القدر وللحديث بقية أسأل الله أن يرحمنا وإياكم وأن يشملنا برحماته سبحانه وتعالى اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا توفنا وأنت راضي عننا يا رب العالمين وردنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك تسعيدنا بتخواك امنحنا رضاك اجمعنا ما حبيبك ومصطفاك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ارفع مقتك وغضبك عنا ومن شرور خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك أصلح لنا شأننا كله لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا وعافيته ولا مسترحما بك إلا ورحمته ولا مستغيثا بك إلا وأغسته ولا مكروبا إلا نفست كربه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ما أنزلت في هذا اليوم من خير وبركة ورحمة وسعة رزق وتيسير أمر وتوفيق إلى طاعة وحظ ولطف فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت فيه من سوء وبلاء وفتنة فاصرف عنا يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله